بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة السلام على نبينا الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال وفي صحة جيدة أخوتي أخوتي جبتكم بهذه الفيديو رايحين تعرفوا على عدة مواضيع وقبل هذا خلوني الرحب كل من دخل على قناتنا والتحق بنا مؤخرا نقولهم أهلا وسهلا بكم ونشكر المتتبعين الأوفية لقناتي تابعوا إلى الآخر فيه معلومات مهمة مهمة جدا إلى الجالية الجزائرية الموجودة بالخارج وكذلك الجزائرين موجودون بالداخل الوطن لا تنسوا جام والبرتاج كدعم للقناة كي نعدي نقاط إخوتي أخوتي من بينها فتح خط بحري نحو الجزائر جديد وثانيا راح نحكيه كذلك على الخطوط الجوية الإسبانية اللي راح تطلق في عروض ترويجية على رحلتها خلال موسم الصيف آآ ثالث حاجة كذلك راح نحكيه على أسعار التذاكر من بوردو إلى الجزائر مع الشركة الفولوتية شركة النقل الفولوتية ومعلومات أخرى بقوا معي يا أخوتي إلى الأخير باش مترطيوا حتى معلومة نبدو على بركات الله أول حاجة راح نحكيه وحن نقدم لكم الحالات يعني التاع اليوم اللي سجلتها الجزائر آآ خلال 48 ساعة السابقة الحمد لله يا ربي الحالة الصحية في الجزائر راح تتحسن شيئا في شيئا الحمد لله رام اليوم سجلوا إلا مئة وثلاثة وعشرين حالة جديدة ومئة وستاش حالة تماثلت للشفاء وثمنتاش مريض متواجدون في العناية المركزة وربع وفايات رحمهم الله وربيش في مرضانا إن شاء الله نروح لنقطة الموالية وهي الشركة الوطنية الشركة الإسبانية عفون فيولينغ تطلق عروض تدريجية خلال رحلاتها في موسم الصيف بحول الله حيث هذه الشركة خطيرة هم ديرها يعني عروض ترويجية بتذاكر أقل أقل ثمن وإن شاء الله بركة تكون يكونوا هذه الرحلات يكونوا مؤكدة أنا على ما أظن فيولينغ ما زال ما عندهاش ومعاملة بالمثل راح نيعطوهم لزوتو غيزاسيا نروحوا لشركة بولوتيا هذه الأسعار اللي رايح نعطيهم لكم يعني هما أسعار من بوردو إلى الجزائر توفر شركة طيران إسبانية مخفضة تكلفة بولوتيا لحالة الجزائر بأسعار في المعقول وحسب الموقع الإلكتروني لفولوتيا فقد تمت برمجة رحلة إلى الجزائر انطلاقا من بوردو بتاريخ سبعة أبريل مقبل بسعر يبدأ من 400 أورو ومن المقرر أن الرحلة تنطلق على الساعة العاشرة سباحا من مطار بوردو فيما تصل على الساعة العاشرة وخمسة وربعين دقيقة إلى مطار هويري بومديان ننتقل إلى النقطة الموالية وهو خبر سعر لكل الجزائرين هو نحو فتح خط بحري بين الجزائر والكويت أعلن رئيس الجمهورية عبد المزيد تبون أنه سيتم النظر مع الشقة الكويتين في إمكانية فتح خط بحري بين البلدين ويأتي هذا على هامش لقائه بممثلي الجالية الجزائرية في الكويت أين أشار الرئيس تبون في هذا السياق إلى أن الخطوط الجوية والبحرية هي مسائل تجارية أكثر منها سياسية وأن شركات النقل هي من تحدد مردودية الخطوط من عدمها ويدخل هذا اللقاء في إطار حرص رئيس الجمهورية على الاستماع لانشغالات الجالية الجزائرية بالخارج كما اعتمد الرئيس مثل هذه اللقاءات في جميع محطاته الدولية لتأكيد موقفه على ضرورة الاستماع لانشغالات الجالية والتكافل بمشاكلها من قبل كل الممثليات الدبلوماسية الجزائرية بالخارج وكان رئيس الجمهورية قد حل ظهر أمس في زيارة رسمية تدوم يومين نروح للنقطة الموالية وهو بيان صحفي من وزارة النقل استقبل السيد وزير النقل عيسى بكي اليوم الأربعاء 23 فبري 2022 بمقر الوزارة سعادة السفير الجديد لجمهورية مصر العربية بالجزائر السيد مختار وريدا خلال هذا اللقاء تبادل الطرف عن سوبل تعزيزات علاقة التعاون الثنائي بين البلدين في مجال النقل من خلال تنشيط آلية التعاون الثنائي لسيما تعلق بتفعيل عمل اللجنة الفنية للنقل البحري والموانئ بين البلدين بموجب اتفاق التعاون الثنائي الموقع بين البلدين تفعيل عمل اللجنة الفنية للنقل البري بموجب اتفاق التعاون الثنائي المبرم بين البلدين تعزيز التشاور بين سلطات الطيران المدني بالبلدين حول المسائل الثنائية المتعلقة بالنقل الجوي من خلال تعزيز حركة الطيران المباشر بين الجزائر والقاهرة لتسهير حركة تنقل المسافرين وترقية التعاون التجاري والاستثماري دراسة إمكانية تدعيم عدد الرحلات بين البلدين وفتح خطوط جوية جديدة الحمد لله يا رب الجالية التعاني الجزائرية الموجودة في مصر دراسة إمكانية تدعيم عدد الرحلات بين البلدين وفتح خطوط جوية جديدة وفي الأخير اتفق الطرفين على مواصلة الاتصال واللقاءات الثنائية من أجل تعزيز التعاون في مجال النقل يعني رهي مشاريع النقل رهي مبادرات كبيرة رهي قمو بيها كان بعض الأخبار رنس معنها ولحد الآن يعني ماهيش رسمية ما زالت ماسمعناهيش من مصالح رسمية تقول بللي راحين يزيدوا في الرحالات إن شاء الله للجالية الجزائرية في كل أنحاء العالم وإن شاء الله يكون الفتح الكل عن قريب والنقطة الأخيرة اللي رحين نختم بها الفيديو هي ثاني بشرة سارة للجزائريين يعني للجالية الجزائرية في كل أنحاء العالم فيما يخص ملف التقاعد حيث استمع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمس الثلثة إلى انشغالات واقتراحات مختلف المتدخلين من ممثلي الجالية الجزائرية في الكويت ويأتي هذا خلال اللقاء الذي جمعه مع هامش زيارته الرسمية إلى الكويت ورد الرئيس تبون على أسئلتهم بخصوص القضائية والمسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالوطن وكذلك العلاقات الجزائرية الكويتية وسبل ترقيتها كما تطرق رئيس الجمهورية إلى ملف التقاعد الذي أصبح يشكل هاجس لأفراد الجالية الجزائرية بالخارج خاصة وأن هذا الملف غير متوفر في بعض البلدان المقيمين بها وفي هذا السياق طمأن رئيس الجمهورية أنه يعمل على إيجاد سيغة للتكفل الأمثل بهذا المطلب كما أشار إلى أنه طلب طلب من وزيرة التضامن ووزير العمل دراسة هذه المسألة للخروج باقتراحات فالا خاوتي هذه هي المعلومات التي لدي إلى حد الساعة وسمحوا لأنني طول تعليق من شوية بسكو على بيلكم لي باركونس والولاد قاعدين في الدار وذوق الوقت ما كاش بزف سمحونا بزف ما عليش نعوضو هالكم إن شاء الله في فيديوهات أخرى ولا في لي لايب واحد أخرين حبيت ندير معاكم لي لايب ميلا غالب والله ما قدر تنديرهم يعني سمحوا لي نقول لكم ليلتكم سعيدة بقوا على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة